اهلا بكم مشابه في فيديو جديد من دورة في الفيديو ده هنكمل كلامنا عن ال او بي وهنتكلم عن حاجة جديدة اسمها الانونموس اوبجيكتز. فطبعا يعني ايه وبنستخدمه ليه اصلا هنفهم الكلام ده دلوقتي. وخلي بالك دي نقطة مهمة جدا 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 لكن بسيطة خالص. ولما نيجي في هتلاقينا بنستخدمها تقريبا طول الوقت. يعني تقريبا كل كود بنكتبوه بنستخدمه في فدلوقتي هتعالي نفهم يعني انا دلوقتي يا شباب لما كنت بنش اوبجيكت بديله اسم وبعد كده من خلال الاسم ده بقدر اتعامل معي لكن في بعض الاوات انا مش محتاج ادي له اسم اصلا ليه مش محتاج ادي له اسم لان انا مش محتاج استديه في حتة تانية كمثال مسلا لما روحنا دلوقتي عملنا ده تمام ده اوبجيكت اف اي اف اكسيبشن تمام وطبعا ادينا له هنا المسج فلو تلاحظ انا كنت قلت لك قبل كده بيستخدم عشان يبني الابجيكت يعني من اخر اسلا اهم حاجة بالنسبة لنا هو لان ده ده اللي بيبني وبعد كده يعتبر بنيدي له اسم اللي هو في الحالة دي فطبعا هل ده احنا استخدمناه في مكان تاني هل مسلا استدعينا ده في مكان تاني لا احنا بس رميناه هنا مش اقدر فمعنى كده كان ممكن بصولة خالص بدل ما تعد نفسي وبعد كده استخدم انا كان ممكن اعمله بمعنى ان انا مش محتاج اروح انشئ ذات نفسه لأ انا ممكن اخليه هو بالمنظر ده كده يعني مالوش اسم الكنتركتور ماذا واحنا بنينا بالفعل فهنا بيبنيلنا imagen لكن اسم يقفaux انا وانت بنعرفش. وهو مهتمي. ليه مش مهتم. لانهوا كده كده هياخد الاوبacci كده اللي هو تبنى الى مالوش اسم وهيرميه. انا كده كده هكيش الابجيكت هنا. فانا بتلقى اصلا مش محتاج اعراف اسمه. انا مش محتاج الاسم بتاعه دلوقتي. طب ليه مش محتاج الاسم بتاعه? لان انا مش هستخدمه في اي حتة تانية. طب لو انا هستخدمه في حتة تانية يبقى لا يبقى لازم اعمل ايه? اعمل عادي جدا واتديه له اسم. لان انا من خلال الاسم ده هستخدمه. زي مسلا هنا. انا سروت ده هستخدمه في اماكن تانية. يعني جيت هنا قلت سروت مش عارف اعمل اي حاجة. يعني مسلا لو روحت عملت قبت له سروت بتاعه. فلو تلاحز انا محتاج عشان الاتريبيوتس اللي انا خزنتها. فبالتالي هنا ما ينفعش معي لكن فلنا افطرد مسلا ان انا ده حبيت اعمله مثلا في بعض الاوقات مسلا او بسيء يعني هل انا محتاج اكتب الاسم بتاعه ولا مش محتاج اكتب الاسم بتاعه. مدام انت هتديل حد اصلا فانتا مش مهتم باسم ايه. مدام مش هتستخدمه تاني. يبقى لان هي كلمة غريبة علينا لكن خلي بالك هنستخدمها كتير جدا و هتبقى قوي معها. يعني ايه يعني كائن ملوش اسم. تم بناءه عن طريق لكن ايه لكن مدنهوش اي اسم خالص. فبالتالي ما نقدرش نستخدمه اصلا. هو بيقدي وظيفته وخلاص. فطبعا في الحالات دي اكيد الافضل ان احنا نستخدم يعني بما ان انا مش محتاج انادي على ده في مكان تاني يبقى الافضل من انا ابني الكائن ودي له اسمه التعب ده على الفاضي يعني الافضل ان انا ايه اعمل على طول. اعمله ايه اعمله فده بكل بساطة طبعا انت شايف حاجة بساطة جدا جدا لكن ايمة عليها. يعني كل حاجة هتستخدمها هتلاقيها كل حاجة كده فاتمنى تفهم النقطة دي كويس جدا وهتوضح اكتر لما نيجي نشتغل هتبقى اهميتها جدا. بس بكده يكون الفيديو البسيط ده انتهى. اتمنى تكون استفادتم من الفيديو واسه اناك الفيديو الجيد ان شاء الله ومع السلامة.